هدينا هدينا فيما يخص المدير الفني لمنتخب مصر هدينا زي ما قلت لكم من يومين طبيعي جدا انه اي اعلان عن مدير فني جديد لأي منتخب في العالم بيبقى في حالة جدل ناس مؤيدة ناس رفضة ناس شايفة انه كان فيه افضل ناس شايفة انه كان فيه ناس تستحق ناس شايفة ومؤيدة لللي موجود واللي جه بس الاهم اللي بنفضل نقوله ونعيده ونزيده ونفضل نكرره انه المسندة مطلوبة المسندة مهمة المسندة عامل اساسي لنجاح اي شخص في الكوكب في الكون في اي شغل لو ما لقيتش مسندة ودعم والناس بتقولك انت تقدر انت تعرف انت تستطيع انت مؤهل انك تشتغل الشغلانة ديت هتقدر تنجح لو ما لقيتش الناس دي هيبقى عندك مشكلة حتى لو انت مميز وحتى لو انت كفة وبالتالي الكابتن ايهاب جلال الان هو المدير الفني لمنتخب مصر اسمه المدير الفني لمنتخب مصر واي حد هيبقى اسمه او لقبه المدير الفني لمنتخب مصر هيبقى ليه دعم كامل وهيحصل له كل المسندة اللي في الدنيا ده ببساطة شديدة بس احنا كلنا محتاجين نهيأ للراجل ظروف صحيحة للعمل وقلت لكم الكلام ده اول امبارح وامبارح ان الظروف الصحيحة دي انه يبقى فيه مسابقة منتظمة انه يبقى فيه قطاع ناشئين محترم انه يبقى فيه اندية بتحب المنتخب بتساعد المنتخب بتساند المنتخب ما تبصش بس على مصلحتها كل الاندية بطبيعة الحال بتبص على مصلحتها عشان عندهم جماهير عريضة وكبيرة بس احنا كلنا بنشتغل عشان منتخب مصر كلنا بنشتغل عشان منتخب مصر وكون انه مفيش احتراف يعني انا اقولك حاجة ممكن في السنغال في كوديفوار ما عندهمش اندية كبيرة بتنافس مسلا على البطولات الافريقية وبالتالي وبالتالي لعبتهم اللي بيشاركوا مع المنتخبات بتاعتهم موجودين في اوروبا فساعات هالنادي ما بيبقاش لع علاقة بالمنتخب اوش ههو كده كده ما بيديش للمنتخب اللعبين كده كان اللعبين اللي موجودين في اوروبا هما اللي بيدعمو المنتخب لكن احنا عشان ما عندناش محترفين في اوروبا بقى عندنا مسئولية ضمنية الاندية الكبيرة اللي هي مسئولية كبيرة اللي يوم وطنية عظيمة انهما يساعدوا هيساعدوا ازاي اه يعني انت عايز الاندادي تساعد ازاي تساعد انها تحافظ على المسابقة ما تضغطش ما تقعدش تقول عايزين نأجل المطش الفلاني والمطش التاني والمطش التالت يحافظوا على المسابقة ده واحد اتنين ان هما يجهزوا لعبيهم بشكل محترم بتكتيك محترم بمدربين كبار عشان لما يروحوا للمنتخب ان شاء الله يبقوا مؤهلين ان هما يلعبوا للمنتخب كبير زي منتخب مصر